ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحاول نقرأ هذا الدرس الأستاذ بولويحة نشكره بزاف على البرتاج و نشكره جميع الأساتيدة الذين يشاركوا معنا فهو بس واحد بوما نحاول الدخل لهم لدينا الكثير من الأساتيدة هنا حاكيم جنكال صغير هاد الأساتيدة كاملين نشكرهم بزاف على هذا البرتاج الذي يبرتجه مع التلاميذ نحاول نحاول تدخلوا لهذا الموقع ركين الفروض لسيميولاتي التمارين نبدأ إن شاء الله الدرس الأول نحاول الالواد من الأستاذ أحمد بولويحة نحاول نحاول من طبيعة الحال نبدأ بالأساتيدة هذه الأساتيدة هذه الأساتيدة هو واحد السلم وضعه العلماء وضعه وضعه نحاول من من الحوايج الصغيرة بزاف بحل الزاطم الموليكول لتنصل ل البلانات والكور بحل الزاطم إذن الميكروسكوبي هم الحوايج الصغار بزاف والحوايج الكبار بزاف يتسمون الماكروسكوبي إذن إذن لنقارن هذه الدستانس والحوايج الصغار والحوايج الكبار لنضع لنقارنهم خصنا نحطو بعدها هدليز يونيتين رجعوهم كيني نلسو ميليكو اللي هما أجزاء المتر اللي هما الميلي والميكرو النانو البيكو الفيمتو الميلي 10.5-3 متر الميكرو 10.6 النانو 10.9 البيكو 10.12 الفيمتو متخ 10.15 الميلي متر الميلي متر الميكرو النانو البيكو الفيمتو وكيني المضاعفات المضاعفات ديال المتر هما الكيلو الجيجا والميجا والتغا الكيلو 10.3 الميجا 10.6 الجيجا 10.9 والتغا 10.16 وليسامبول ديالهم هما هدو كيني نوعد اللي ننتي أخرى اللي هي اللي ننتي أصدخونو ميقعفون اللي كتساوي 150 في 10.6 كيلومتر وكيني الميجا اللي هي المسافة اللي كيقطع الطوء في واحد المدة ديال العام بهاد السرعة ديال 13 في 10.8 متر بار سوغونت هاد هاد المسافة كيفاش هاد المسافة كيفاش هاد المسافة كيفاش حزبناها هير انطلاقا من هديك العلاقة ديال ذي السرعة كتساوي دي على تي هاد المسافة كيفاش هاد المسافة هاد المسافة ومسافة الثاني هكو غادي نكون حسبنا لديستونس بالماتر إدان هاد المسافة هي لكي يقطع الضوء ديال تسعود فاصيلة خمسة فعشرة وخمسة عشر متر هي المسافة اللي كي يقطع الضوء فواحد لمدة جلعة دابا هاد لكس سهل دابا ما حد تعرفنا هاد يمكن دابا نحطو هاد اللاكس هو هاد هاد كلاكس عندنا من هاد عشرة أص ناقص خمسة عشر اللي عن ليثر الحويج اللي صغار بزاف بحل الزاطم وليموليكول وعلي من عشرة أص سربعة وشرين هادو كل بلانات الكواكيب والمسافات بينتهم مثلا هنا هادو واحد الفيروس هادا ديمونسيون دياله تقريبا عشرة أص ناقص سبعة كين عبتا نتم ما قلوبي الغوج دوك الكوريات الحامرة عشرة أص ناقص خمسة تقريبا فوغ مي دودة عشرة أص ناقص ثلاثة الى اخيرة مثلا لا توغ توبقال عشرة أص ثلاثة لا تاغ كين عشرة أص ناقص دياله لديامتر القطر ديالها لصولاي المسافة بين الأرض والشمس هادا هادا هون غوص هاداك للاكس ديزشيح نرجعو دابل لكريتور سيونتيفيك غادي تفيدنا بزاف حيتها باش نعرفوشنه هو لغضر دو كوندو هاداك لغضر دو كوندو الفائدة ديالهو كي مكنم المقارنة بين لكوغ ديال الليطاي ديالهم ولا لديمانسيون بسهولة مثال الكريتور سيونتيفيك كلكم تعرفوها يكون عندنا وعد رقم ما بين واحد وعشرة يكون أقل قطعا من عشرة نضرب فوا عشرة أص لبوعد لبوصانس إن لغضر دو كوندور دابا هو هاداك ديز سا لبوصانس فاش نضربو هاداك وغضر دو كوندور لانو بغضر دو كوندور هادوك الزروات اللي كاللقاوا من مور الفاصيلة هادوك ماشي ما كيت تحسبوش معالي شفخ سيونتيفيكاتيف ولكن الأرقام الأخرين وذوك الأصفار اللي من مور الشرقم كتلقاها ماشي منعادي هادوك دي شفخ سيونتيفيكاتيف بحال دابا هاد المثال عندنا ربعا دياللي شفخ سيونتيفيكاتيف هنا حسبوه سبعة وخمسة وزيرو زيرو دونك ربعا دياللي شفخ فهاد المثال العدد دياللي شفخ سيونتيفيكاتيف فهو جوج حيث عندنا السبعة وزيرو 4 ميلي مات خلا بأول حاجة أخصا نحولها لماتر باش هادلي باش الوغضة de grandeur يجينا نتمكنوا من المقارنة بواسطة هذاك الوغضة de grandeur تكون عندنا نفس الوحدة الوحدة إذا نخذينا تما الماتر اللي هو الوحدة العالمية نحول أول حاجة نحول الملميلي متر للماتر نضربه في عشر أوس ناقص ثلاثة دابا هادي كتابة علمية لغضة de grandeur هو دياللي شفخ دائما هاداك دياللي شفخ الوغضة de grandeur هنا ما كين عندنا عدد مرة الفاصلة دونك يليا زيرو شفخ سيونتيفيكاتيف ما كينشتشي شفخ سيونتيفيكاتي عودتاني ربعة وربعين فاصلة ثلاثة صنحو نكتبو عالش كتابة علمية عشر أوس زيرو لغضة de grandeur هو عشر أوس زيرو لعدد دياللي شفخ سيونتيفيكاتيف ثم واحد كين فاصلة ثلاثة بوحدة لاتي تي تبقال 4.16 كيلومتر نحولوها الماتر نضربه في عشر أوس ثلاثة هادي دابا كتابة علمية لغضة de grandeur عشر أوس ثلاثة ولي شفخ سيونتيفيكاتيف كين لدينا جوج كين واحدو ستة اذا نكتبو في لونون بغضة شفخ سيونتيفيكاتيف جوج بحالكو نكملو الطابلو كين تمان نانومتر نحولو الماتر يعني نضربو في عشر أوس ناقص سعود يعني مياه في عشر أوس ناقص سعود هادي دابا ممشي كتابة علمية خصة نكتبوها كتابة علمية يعني ديك مياه نحاولو نكتبوها على شكل كتابة علمية مياه هي دي السلاة بويس سانس 2 وفي عشر أوس ناقص سعود غادي تعطينا عشر أوس ناقص سبعة اذا هادي الكتابة العلمية دي لي عشر أوس ناقص سبعة لغضغ دو جروندغ هو عشر أوس ناقص سبعة ولنوم بغضو شفخ لميكرو عشر أوس ناقص ستة لنوم بغضو شفخ سيونتيفيكاتيف مكاينج نسبلو ديامتر دولات تاغ القطر ديال الأرض نكتبوها كتابة علمية هي وعد فاصيلة جوش تمانية زيرو زيرو في عشر أوس أربعة في عشر أوس أربعة عفوان نشتها او بغضو كبير قطوري الكتابة العلمية المسافة ما بين الأرض وهذا الكوكب نحووله هديك 23 في 10.18 نحوولها للمتر يعني ناخده 10 نضربها في 10.18 ونضربه في 10.3 باش نحوول الكتابة باش نحوول المتر هدي 23 خاصة نكتبوها كتابة علمية يعني نكتبو جوش فاصيلة 3 في 10.1 عاد في 10.18 في 10.3 غادت تعطينا غادت تعطينا 10.22 إدن لو نغدو جرون دور هو 10.22 ولو نغدو شي فرقين 1 ودك فاصيلة 3 هدي المسافة عدتني مبيل الأرض والشمس هتا هي واعد فاصيلة 5 في 10.6 ثان كتبوها كتابة علمية يعني نضربه في 10.6 جوجة أو اللي 10.6 مع 10.6 هي 10.11 اللي أضغه هو 10.11 إدن دا بعد ندازل الفقرة المهمة بزاف اللي هي لالواة دو غرافيتاسيون اللي يختارعوا العالم نيوتون العالم نيوتون كان قلس تحت واحد الشجرة وكين القمرة واحد شوية شاف هديك تفاحة تحت تحت عليه والقامار تتسائل علش ما ما يطحش القامار حتى هو علش هديك تفاحة تطح والقامار ما تيطح تيبقى في بلاستو فاش بقتي يفكر كيفاش يفسرات شي حاول يفسرهم بنفس لالواة اللي تسمات لالواة دو غرافيتاسيون قليك راه للموفمون ديال هادوك الكواكب كلهم را كلهم تتطرب نفس القانون اللي هو القانون ديال لاتخاكسيون اونيفيرسل وده بغادي نشوفو علش نفس لالواة ولكن التفاحة كالطح ولكن القامار ما كيطحش او للكواكب الاخرين تيبقوا في مصارات محددة إذا نشنا يلقى غرافيتاسيون بعدها يوعد تأثير متبادل تيكون مبين جميع الأجسم اهي اخصير تكون عندهم اونماص كالتسمة ميتوية لحيتاش متبادلة يعني إلا كان وعد الجسم كي يدير واحد تأثير على واحد الجسم حتى الجسم الاخرى تيطرب نفس تأثير هادشي اللي كتعني هادك متبادلة إذا الكتلة ديال الشمس كان عرف بلي راه كبر من الكتلة ديال الأرض وهنا هادشي علاش كنستنجوب اللي راه الأرض هي اللي كتدور على الشمس وليس العكس هنا غادي نشوفو تفسير ديال لاكويزيون ديال السيستيم صولير تناسق قبل ما نشوفو هادك التأثير ندخلو بعدها التفاصيل ديال لغرافيتاسيون اونيفيرسي اللي ننصي هادا اللي ننصي النص القانون اللي تعطى منا اشنا هو اللي ننصي سننحطو هادل جملة كمية اكوز ديال المص للكورس اكزرسل لزن سور لزن ديال فورس اتخاكتيف ميتويل دان اللي عندنا جوج ديال الاجسام واحد الجسم A والكتلة ديالو M واحد الجسم B والكتلة ديالو M بالمسافة بيناتهم للاديستانس الده هاد الجسم B كي يطبق واحد القوة على هادك الـ A تيجر عنده اللي غ الانسميها FBعلى يعني هادل جسم مؤثر هو B الجسم مؤثر علي هو A ونفس الشّي على التاني الجسم A كي يأثر على الجسم B واخذ القوة اللي غ الانسميها FAعلى B يعني القوة المطبقة من طرف A على B ديالو يلقينا هاد الكتابة هادي الجسم اللي هو اللي غ يتسمى الجسم مؤثر والجسم مؤطر عليه والتي يكون على الجسم الثاني إذن F A على B هي القوة المطبقة من طرف A على B والقوة F B على A هي القوة المطبقة من طرف B على A المميزات ديال هاد اليدو فخص كتكون عندهم نفس لضغوات الدكسيون لسانس كيكونوا أبوزي ولانتونستي كتكون بحال بحال وهذي دب هي العلاقة المهمة اللي خصان عقلو عليها عشنو كتساوي لانتونستي ديال هادوك اليدو فخص جي كتسمى لك كونسانة دو gravitation universelle لماس ديال جسم A فوال لماس ديال جسم B على ديستانس O كاري المسافة من هادوك الجسمي هادي لس كونسانة دو gravitation universelle تتكون بنية 80م2 par kg-2 لديو فخص دانتاكسيون همم دروات داكسيون ديستانس أوبوزي هاد الالوا دابا ماشيخ داماهير بالنسبة لهادوك الاجسام النقطية بحال كنقوله نقطة A نقطة B خدم الجميع الاجسام حتى دوك الاجسام الكروية ولكن المسافة اللي كننخدو بنتهم هي المسافة من نخدوش من نخدوش المسافة ما بين من نخدوش المسافة ما بين لسندخ دوك الاجسام هنا يوعد المثال مهم بزاف وكي التعاود دابا الانتراكسيون ولا لاتخاكسيون ديال الارض على الاجسام اللي هي قوة ديال الجاذبية كلنا كنعرفوه كنكتبوه Ft على A القوة اللي كتبق الارض على اي جسم A نعتبر احنا واحد الجسم بعيد على الارض بواحد الواتر H كما كتبق الارض واحد القوة على هاداك الجسم حتى الجسم الاخر كي يتبق واحد القوة على نفس القوة على الارض شنو كتساوي هاديك الانتونسي تديا لهاد الافورس هي G فو امتي لاتخر فوالا ماس ديال الارض ديال الارض والوصدر ديال الارض او اسم نيتا با الدستانس بين اتون الدستانس مابين هاد الجسم و الارض عندنا المل والوصدر دو غرفي تديا لارض اغتيك بلوس هادك H ادن الادستانس هي أغتي بلوس أش وأكاري رأينا في القاعدة لديستانس أكاري الماس ديال للتاغ معروفة هي 10 و 24 كيلوغرام وأغتي لغيون هو 6380 كيلومتر دبها هاد لفوخص رهييني نفسها القوة ديال الوزن لكنا ندير لها بي كتساوي مجي علاش حيث هاد أف علاش كان هادروق هي لفوخص دو جرافيتاسيون قوة ديال الجاذبية وهذا كتب اللي كنا نحسبه العامل فيتشنا وهو ما هو إلا الوزن هو نت القوة ديال الجاذبية اللي كتطبق الأرض على أي جسم إذن كنكتبو بي كتساوي مجي ونفس هاد لفوخص دابا اللي عندنا هي نت القوة ديال الوزن اللي غادي تساوي بي وغادي تساوي هادي كلا فوغميو اللي عندنا تماما اللي هي جيف ومتاع مآ على أغتي بلوس أش لتو أكاري دب إلا كانت إلا إلا بنا نديرو هنا مآ ونديرو هنا مآ باش نبقاوا بنفس الرموز يعني لمص ديال الجسم أ على أغتي بلوس أش لتو أكاري دب إلا بما أن هاد لي دو فوخص متساوي نهات بي كتساوي F إذن هاديك M G غادي تساوي هاديك العلاقة اللي فيها G M T M A على أغتي بلوس أش لتو أكاري هنكتبوها هاديك G M T M A على أغتي بلوس أش أكاري غادي تساوينا M G هنختزلوا دبا ب M مع M هتبقى لنا G ذيك الجي صغيرة غادي تساوي هاديك العلاقة الكبيرة اللي هي G كبيرة M T على أغتي بلوس أش لتو أكاري ومن هنا جتنا هذيك 9.81 اللي كنا كنديرو لعام الفيت كنوصلو الجي كنديرو لها دائما 9.81 من هنا جتنا هذي كنا اش كنعطوها زيرو ولا كنعطوها ذاك الارتفاع فشكينين اللي كنهضروا عليه في التمرين الى عوض تدا بديك الجي ومتي الجي هي ديك القيمة الكبيرة اللي عطينا متي هي ديك لماسة ديالار واغترها معروف واش كتدير في ديك بلاسة اللي انت كتهضر عليها اللي بتي تحسب فعلا تنسي تي دي بزنته لازابليكاسيون نخليوهم ان شاء الله تل الفيديو اخر باش منطولوش هاد الفيديو بزاف هادا مثال اخر نفس العلاقة اللي هاترنا عليها بيك تسوي ام جي هنا غادي نخرجو واحد هذيك العلاقة اللي خرجنا دابا اللي مهمة بزاف جي غادي تسوي جي ام بتاع لا اغتي بلوس اش لتو او كاري وغادي نختمو بواحد العلاقة اللي هي مهمة بزاف اللي هي العلاقة ما بين جي اش دابا هادي مكن اللي نسميوها الجي اش تشكينا اون فونكسيون دو اش لانتون سيتي دو بزنته في واحد الو بوان كيم ما كان في مما كان في الاسباس يعني هاد نرمزو لها بالجي اش وعندنا واحدة اخرى غادي نرمزو لها بالجي اش هي اللي كنا كنشوفو العامل فيت هي هادك اللي كتسوي تسعود فاصلة واحد وثماني دابا نحاولو نشوفو العلاقة بيناتهم العلاقة ما بين هاد جي اش وما بين جي اش دينا اللي كينا اون فونكسيون دو اش يلا خدينا اش كتسوي زيرو انطحو في هادك العلاقة ديه الجي اش اللي كنا كنديرو لها الجي اشنا العامل فيت يلا عوضنا هنا يا بزيرو اتبقى لنا اه جي امتع لا اغتي لتو اكاري مشينا هادك اش يلا حسبناها تعطينا تسعود فاصلة ثلاثة وسبعين تقريبا دابا احنا باش نعرفو العلاقة بين جي اش والجي اش غادي ناخدو هاد جي اش ونقسموها على الجي زيرو مش نخرجو واحد العلاقة بين هاد جي اش والجي زيرو الجي اش هي هادي جي امتع اغتي بلوس اش لتو اكاري جي زيرو هي هادي جي امتع لا اغتي اكاري نديرو اللولة مقسمة على الثانية جي اش مقسمة على الجي زيرو تعطينا هاد العلاقة هاد الكبيرة نختزله بجي مع الجي ونختزله بامتع امتع اتشطنا واحد على اغتي بلوس اش لتو اوكاري في البسط وفي المقام اتشط واحد على اغتي اوكاري شنو هيساوي هاد شي البسط اللي هو واحد على اغتي بلوس اش لتو اوكاري فو المقلوب اللي هو واحد على اغتي اوكاري المقلوب دياله هو اغتي اوكاري وبالتالي هاتخرجنا هاد العلاقة دب احنا اللي كنشوفو في عنايا اغتي اوكاري على اغتي بلوس اش لتو اوكاري دبا ديك الجزيرو نضربوه ثم في الجزيرو ونضربه الأخرى في الجزيرو فهذه الجزيرو نختزله بالجزيرو مع الجزيرو تبقى لنا في هات الجهة اغتي او كاري على اغتي بلوس اش لتو او كاري فوالجزيرو وهذه العلاقة ما بين الجزيرو والجزيرو علاقة مهمة جدا نختم بها في التماري إذا انت هنا غادي ننسالي وإن شاء الله الدرس اليوم ما تغبروش علينات سنونا في فيديوهات جدادي إن شاء الله ما تنسوش تبارتاجيو مع صحابكم واللي بيدخل معنا لتيم زي مرحبا ما عليه إلا يصفت الإيميل دياله هذك الإيميل ديالنا ديالله الشين قرأ من تليفونك أرباسجيميل دوت كوم الله عاونكم الله يوفقوا ونتلقوا في فيديو جديد إن شاء الله